احلا بكم في كايرو جاردن النهاردة هقولك ازاي تزرع الابصال الابصال او البلبس دي عبارة عن ورد بس بيبقى في شكل بصيلة زي البصلة كده ده ممكن تزرعه في الارضة عادي وتدفنه بس طبعا ده بيحتاج مية معينة يعني ما يفعش تحط مية كتير عشان ما يبصت فيه طريقة اسمها فورسنج بلبس يعني اكبار البصيلة على انها تنبت وتديلك زهرة دي بان انت تجيب البصيلات زي ما انا جابها هنا كده وتحطها في المية البصيلات دي ممكن تجيبها من اي ماشتب او من معرض الظهور اللي هيبقى في الارمان وخلاص هيبدأ 15 مارس بعد فترة البصيلات بتبدأ تنبت زي كده وبعد كده بتكبر طبعا وبيتطلع الورد وبتبقى ممتازة بس اهم حاجة يتفضل دايما في مية سهلة جدا بتجيب البصيلة حطها في مية زي ما انا عامل كده بتاخد بالزبط مثلا شهر او حاجة وبعدين بتطلع الزرع لو زرعت البصيلات في الارض البصيلات بتطلع بعدها على طول بس لازم دايما تاخد بالك من المية بتاعتها زي هنا كده البصيلات دي طلعة في الارض عادي دي بصيلات خلاص ازهرت ودلوقتي انا سيبها لغاية لما الورق دي يصفر ويموت وبعد ما يموت بخزن البصيلة عن طريق ان انا بشيل الجزور بتاعتها بقصها وبقص الورق وبسبح بتخزنها وبعدين تزراعها تاني مفيش اي مشكلة البصيلات دي انا حطيتها في المية بقلي اكتر من يوم في جزور بدأ تطلع دي انا حطيتها في المية شكرا ومتنساش تعمل لايك وشير للفيديو